ميرا أم مروة؟ حسنا لا، إنها ميرا 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 والمروة والمروة مروة 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 ما هي الدكتورة المهضومة المشهورة والذي عملي إنجازات كبيرة نحن اللبنانية دائماً منجزين مضبوط أول شيء، شكراً لكي تأتي في القناة وخبريني شوية صغيري على الإنجاز اللي تقدمتوا فيه كمجموعة ولا كفرد شيء إلو علاقة بالكيدني 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 مضبوط هو إمبلنت للكيدني ثلنا 9 سنين عم نشتغر عليه هو يمكن إذا بدك هيك أبصر النور بالكيدني من 5 سنين لما سامي داغر حطني وقتها إن كونتكت مع أحد وزارات الصحة وبدأنا نشتغل معهم بوقت كان هذا البروتوكول كنت قد عملته كان بس على إذا بدك لفل سلس عزل خلية بقلب جسم بس كان البروتوكول خمسة سنين لورا أخذنا هيدا البروتوكول وعملنا له تصرف شيء خاصه بالكيدني اللي كان نقصه فلتر وهيدا الفلتر طبعه كان باستة عزل خلية بقلب جسم دخيل عنهم ليقدروا يعملوا نفس وظيفة الكلية بطريقة إنه جهاز المناعة طبعه هيدا الجسم ما يتعرف عليهم كجسم غريب لأنه بتعرف هيدا يكونوا خلية بس ما أخوديهم من كدني تانية فكيف بدنا نزرعهم بقلب الجسم ويقدروا يعملوا وظيفتهم وما يجي الجسم يعمل لهم أتاك كأنه هيدا جسم غريب اليوم إذا بك تاخد دم من حدا تاني غير في قدمك ما فيك بتموت إذا بدي أخد حيالة من جسمي حطها بقلب جسم حدا تاني ما فيه يتعبلها لأنه هيدا جسم غريب إذا بدك تعمل ترانسبلانت من حدا تاني لإلك بدك تلاقي دايما حدا يكون في عندك كومباتيبيلتي معه وستل بده يوطو لك جهاز المناعة لحتى الجسم يتقبل فتخيل هيدا الارتفاشل كدني كانت بيز على خبرية أنه نجيب خلايا من كدني منيحة نحطهم بقلبك ويقدروا تشتغل فهيدا البروستجر سرنا نعمل تشتغل عليها أكتر من 12 سنة تفايل لأنه ما قدروا يلاقوا شي يقدر يعمل هيدا الوظيفة بلا ما ينعملوا أتاك من جهاز المناعة وهيدا كان الإنجاز الكبير إنه نحنا جبنا هوا الخلية زرعناهون وبلا ما يشوفهم جهاز المناعة ويقدروا يعملوا وظيفتهم ويكبروا يتعايشوا ويحلوا محل الكل الطبيعية اللي خسروها بطريقة كتير صحية وسليمة حطيتون أنتو في كين ممبراين أو في حاجز بيناتهم بين الخلية هاي وفي حاجز ما بيقدر الجسم يتعرف علي يعني ما بيقدر تؤتاك دم بس ميرا بدي أقول دكتورة ميرا يعني بلشت أنا ميرا ميرا ثلاث ماروة دكتورة ماروة هلأ بس هلأ بتكتعرفي أنه أنا زيرو بالميدكل يعني فرح أسألك أسئلة من العالم ممكن بتتسأله بشكل طبيعي أو ما عنده معلومات لما تقولي اللي أنا شفته أنه فيه جهاز جهاز معدني يعني وهو بيعمل فلتريشن للدام وما بعرف إذا صار موجود بس صار إنجاز يعني تطلع أو ما بعرف إذا هاي اللي أصدق عنها لما يكون هو جهاز معدني كيف عم نقول نحنا فيه خلايا بقلبه من غير كدني نحنا أساسا ما عملنا هيدا الجهاز المعدني الجهاز المعدني هو مشغول عليه ونعمله وكان ساكسسفل نحنا اللي عملناه هو الفلتر اللي موجود بقلب هيدا الجهاز هيدا الشي اللي كانت الدراسات قيمة لحتى يقدروا يخلصوا هيدا البورت هلأ شو الفرق بالجهاز السيليكون هو المعدني وشو هو دور الفلتر قدرنا نعمل لوظيفة الكلوي اتقصمنا الكلية الاصطناعية لشقفتان أول شي عنا الميكانيكال بورت بده يحتضن شقفتان أول شقفة هي مسؤولة عن انه تقوم بأول وظيفة من وظائف الكلوي يلي هو فصل الخلية الكبيرة واستردادهم على الدم بينما باقي الماليكيلز الصغار والنيوتريانس وكل الوظائف التانية اللي بتصير من قلب الكلوي بتعرف بالكلوي في عنا إذا بدك هيك إكسشينج لنيوتريانس يعني تمتص السموم لحتى تكبهم لبره مقبيلة بترجع بتعطيهم نيوتريانس لحتى تردهم على الدم هيدا عملية الإكسشينج اللي بتصير بقلب فلتر طبيعي موجود بقلب الكلوي It's a filtration technique إذا بدك فهيدا الإكسشينج اللي هو عملية الإكسشينج لحد ما يتشكل البول من السموم اللي نعملها إكسشينجينج وحصلت عليها الكلوي هو الفلتر اللي نحنا عملناه بينما البارت اللي كان موجود هو كان البارت اللي بيورلي كميكل يلي هو شكل الكلية يلي بينربط بالتيوبس ويلي بيسمح بالفلو للدم انه يتدفق بشكل طبيعي بلا بالطريقة مظهور هذا الشي كان موجود ونشغل عليه وهم كمان اشتغلوا على بارت تاني يلي هو أول فلتر يلي بيفصل الخلية الكبيرة بقى انه اوكي فصلنا الخلية هلأ كيف بدنا نسترد الدم المي والكريات الدم وهو القصص نرجعون على الجسم ومقبيلة كيف بدنا سموم نرجع نفوتهم على قلب التيوبس طبع هلأ لا يقدر يتخلص منا على شكل بول فهيدا كان الشغل طبعا يلي هو كان قائم مثل ما قالتلك على قصة خلية طبعية مأخودة من كلية سليمة وبتعيش بقلب هيدا الماشين اكيد بتعيش بقلب هيدا الماشين اللي هني سيليكون مظبوط هني إذا بدك خبيين بقلبه هيدا الهلأ باركي منشوف صورة بعدانا منشوف شكلها كيف الطبقة يلي فيه بقلبه الخلية فيه فوق بعض طبقتين تانين فيه أول واحدة من فوق هي يلي بتمنع الخلية طبع جهاز المناعة يفوتوا لما بيجوا بدون يفوتوا بقلبه ما بيقدروا نتيجة انه الفتحاتهم كتير صغيرة واحد واثنين عملنا كوتينج للطبقة بـ يعني لما بيجوا هول السالس لتساي بدون يفوتوا ما بيقدروا بيعملوا بيعملوا ريبل وبيرجعوا على الجسم تحت لهيدا الطبقة فيه خلية مأخودين من جسم المريض نفسه هيدا اللي كمان كانت واحدة من البريكترو الكبير اللي عملناها انه قدرنا نحط هيدا الطبقة لحتى إن كيس فاتتش خلية بالغلط من جهاز المناعة ما تصطدم بالخلية طبع الكلوة بتنصطدم بخلية مأخودين من البريكترو نفسه بتعتبرون إنه من الجسم هولي إنه بيعملوا الكلوة يلا لاتس جو ما في شي فهيدا كمان كان إذا بدك البريكترو اللي عملناه هون وتحت هول خلية حطينا الخلية اللي مأخودين من كلوة طبعية طيب دكتور ميرا إنه هلا هيدا بعده أبحاث هل إنه صار في عالم عنده هيدا الجهاز أو هو شي للمستقبل يعني مثلا مريض اللي عنده فشل كالوي أو عنده ديزيز بالكلية هل إنه بعده عم بيروح على أجهزة أو عم بيجيب يحط يخد كلوة متبرع فيها حدا ولا صار فيه أردي موجود منه هيدا الجهاز هلأ نحنا وقت عملنا الأننونسمنت عملناها بعد نجاح أول هيومن ترايل أكيد من بعد ما قطعنا بترايلز إن فيترو وإن فيف وعملنا كل إذا بدك الستاديز اللي مفروض كانت نعمل لابوراتوري وقلت لك اشتغلنا عبر أحد وزارات الصحة وكان كل شي هني عم يقيموا البروست نحنا ويبارتسيبيتد ثرو الفلتر تبعنا بالبارت يلي هني كان عنده نيه يلي هو الميكانيكال بارت مع أول فلتر فنحنا ويبارتسيبيتد اتوازي ساكساس وحيدا كان الوقت اللي نحنا أعلننا فيه نجاح هيدا الفلتر ولكن في هذا الوقت هيدا البرودكت بعض منه يقدر العالم يحصلوا عليه لا يحصلوا عليه نحنا اليوم قدام خيارين يا إما بدنا نروح مع بلدتاني نكفي على هيدا البرودكت تبعنا لنقدر نعمل إذا بدك الميكانيكال بارت يا إما بدنا نكفي بستاديز يلي أيمين فيهم مع نفس الدولة اللي كنا عم نشتغل فيها فهيدا التكنيكاليتيز شوي بعيدة عن البيولوجي أنا ما كتير بعرف فيهم سامي بيعرفي جاي وبعها الأسئلة أكتر مني طيب برأيك أنه بيدخل السياسة أو الكوميرشال يعني بنسمع كتير أنه ممكن فيه مكتشفين دواء أو مكتشفين شي للسرطان أو للمرض الكلا أو هالأمور هيدا مظبوط أنه ممكن يكون الشركات الأدوية بتقولك أنا ما بدي أعطي الدواء لأنه أنا بتربحني أكتر إذا بدل الإنسان عم يمرض لأنه فيه بليونز دولار يمكن أن يكون شوي متفائلة أكتر بس تعرف ثلاثة رباعة على العالم يعني كتير وجهتنا انتقادات من بعد ما هيك عملنا ريسورت الغطور لقينا أنه كلهم نديقون سنترز للغسيل ويمكن ما أنه سر نحكي فيه ثلاثة رباعة يعني ثلاثة رباعة على الأسس اللي كانت أتشيفمنت وناس حققوا أن كان بدمان لتسيد سرطانيات أو بأمراض كتير مزمنة حتى اللي حد واختفت وفيه أشخاص ماتت بمطرح ما بدي يكون كتير بس مستكتب الموضوع بس نحنا عايشين ببلد يعني الكنترل طبعه هو مينلي سياسي وكلها مثل ما بيقولوا يعني مصالح شخصية دياليسي سنترز للغسيل ما عم بحكي معلومات كتير شخصية عم بحكي مع معلومات من داتا جبتها من كذا بلد تعطيك اكزامبل قبل ما نعمل الأنونسمنت كنت عم جرب شوف داتا قديل عم يعملوا بيشنس دياليسي بكذا دولة بالعالم أحد الدول كان عندي أكسس ثرو حدا من الكلوز فاميلي ممبرز طلبت منه يقدر يجب لي قدية في ناس عم يعملوا دياليسيز من وزارة الصحة عمل بانيك قال لي ران اووي لأنه الناس اللي مستلمين الدياليسيز هنه ناس دايركتلي بوليتشنس هايدي اتس بيزنس انه باتر انو صوني حياتيك وبعدي عن هيدا الموضوع فدات وزن اكزامبل يعني ما بدي سمي اي بلد وكيف بس اي صحيح انو اليوم في قصص بتعرف في احد السلوغان اللي بيستعملوها بالبزنس بيقولولك بيقولولك why cure him when you can't treat him forever and get paid all the way this is how business goes وانا لما عم بيسقلك دكتور عم بيسقلك على انترناشنال يعني ما بدي احصره بمحل معين او ببلد معين اذا بلبنان او بغير بلد يعني بشكل عام انو شركات الادوية قدية ليش هي صحيح عم تعطي الدوة بس قدية هي اللي عم توقف ضد الابحاث لحدود معينة انها انها توصل لنتيجة معينة انها تشفي المريض كمكليتي بس دفنت لي فيه جزء منو ات بلوكس الطريق يعني نحنا صار معنا اراضي بمشروعنا صار معنا كذا ابروتش مع كذا دولي صدن لي توقف الامور حتى في كذا حدا اتركوا سفارات اجتماعنا معن يقولنا اه سوري هيدا الدولة حكيتكن نحنا ما فينا نفوت بالنص او فجأة ما بقى يحكوا معنا من بعد ما نكون يعني مشينا قطعنا شوتي كبير بالموضوع فسؤالك اكيد بمحله بس يمكن انا ما بعرف سيئس كتير ما بعرف what's the true thing يعني اكتر من انو في مصالح شخصية يمكن خصة بالاموال اكتر من هيك I have no clue طيب شو بديك تقولي لمريض الكلة يعني شو الاشياء اللي ممكن هو يطمن انو بالفوتشر يمكن جاية شي قريب شي جديد بالنسبة له قدي عم بيعانو هن الاشخاص انو بدي غسلوا كلها يعني يمكن كل اسبوع بده يروح يعمل مرتين بالاسبوع او مرة بالاسبوع قدي هيدا الانجاز ممكن قيمته يوصل للعالم مريض الكلة اليوم بيغسل تقريبا 3-4 مرات بالاسبوع عم تحكي كلسه عشان حوالي 8 ساعات يعني هيدا الشخص حياته مربوطة بمكنا اكيد كمية القلق والحاسل اللي بيعيشه المريض لا يحصد عليها بس بعد كل الالتلاكي هن المشاكل اللي كنا عم نقطع فيهن في عندي براميس اليوم هقوله هيك من المنبر طبعك قررنا انه نكفي بهيدا الموضوع للاخر يعني اليوم البلان هو نحنا استابلشينج لاب لقلنا كتوكسيكولوجي لاب وبننا نطلق منه تدريجيا لنقدر نحنا نصنع هيدا البرودكت هيدا الحل اذا ماعد مشها معنا يعني اذا بدك بدك الابشنز التاني اللي معدوه التاني هلا بعدنا اوبتميستيك عالموضوع بس تركين هيدا البلان اذا بلان بي بدو كتير انفستمنت الموضوع لاي لينعمل من دولة واحدة يعني يس اكيد نحنا قلنا بنعمل توكسيكولوجي لاب نمشي فيه بنصير من بنعمل انفستمنت من اللاب نفسه لبناء هذا البرودكت حاولي كنت حابب اسألك سؤال كتير سخيف يعني هو انو الفارق بين الكلوي والكبد انو يعني اوكي الكلوي اعجد ما بارز رح حطها السؤال ولا لا يعني بس الكلوي شو بتنظيف لانو بعرف انو الكبد كمان هو بنظيف سؤالك ابدا مانو سخيف لحقلك حتى where it serves بقصة البرودكت طبعنا من بعد هيدا البريكثرو اللي عملناه هيدا بعتبره هو اول stage لانو اليوم صار عنا القدرة نحنا نعمل ريبليسمنت الحيال لأورجن اكيد الليفر عنده وظايفه غير وظايف الكلوي كل واحد عنده وظايفه هني بيتمموا بعضهم بس بعد اللي عملناه يمكن فيه خبرك انو الكلوي هي اكتر أورجن صوفيستيكيتد بالجسم اكتر أورجن عنده تاسكات يعني يمكن اليوم فيك تعيش بلا أورجن معين X whatever كان على شوية أرمونات بس الكدنية ما فيك تعيش بلاها ف و بلاس انو الوظايف اللي بقلبها كتير مشاربكة يعني مانا مثلا بس بالضخ لتساي دم نو هي بتفرز أرمونات هي بتعمل اكتيفاشن لكتير أرمونات هي بتعمل فلتريشن هي بتشكل اليورين سو عنده كتير وظايف مقابلة هيدا اللي عملناه اللي هو نحط الخلية نعزلهم بس يقدروا يقيموا بوظيفتهم هو حيكون باب حيفتح لنا لندر بكرة نعمل كبد استناعي ونعمل قلب استناعي ونعمل شرايين استناعية وفي هالخبار بس رنا شوي إذا بدك أقرب على شيء اللي بيشبه الجسم وقدر يقوم بذات الوظايف طبع الجسم أقرب فحبيت السؤال لأنه هايدا الناكست أبروتش ان شاء الله بعد الكدنين هاني الخلايا الجزعية قديش هي يعني كمان قريبة من من هيدا يعني أنك أنت عم تصنع عضو أو عم تحط خلايا هي تعالج المرض نفسه أو تطور العضو نفسه هلا الستاديزي اللي كنت بخبرك سالة 12 سنة قايمة على قصة الكلوة قطعت بكذا أنواع من الخلايا جربوا يستعملون واحدة منهم كانت الخلايا الاستناعية اللي هي هلأ بعدها بيطور الأبحاث يعني بعد في جروب من الساينتست عم بيجربوا ويعملوا كلية استناعية من الخلايا الجزعية نحنا مش هيدا الخلايا اللي اشتغلنا فيها مقبيلة نشغل على خلايا مأخوذة من كدنز لحيوانات مثل أحد أنواع الخنازير وقصة ثانية من الحيوانات استعملت كان فيها فشل من كتير مطارح يعني أكبر تشالنج اليوم بتواجهه بالخلية هو كيف تقدر تجيب هيدا الخلية وتخلية يعني إذا بدك تستنسخها لحتى أنه قدي كمية الخلايا اللي بدي جيبها لتقدر تعطيني كلوة بدي خلايا كتير فدايما الحال بالبيوتكنولوجي إنك تجيبهو الخلايا وتستنسخهم ولكن للأسف لما بتستنسخهم بعد كذا فولد بيصير عندك نوع خلايا ما بتشبه الخلايا الأساسية بتصير إنه شي تاني ما بقى بتعرف شو في عندك تقليد بتصير أو بتبطل بتعمل ذات الوظيفة فهيدا كمان اتواز نحنا اللي قدرنا نعمله إنه أخدنا خلية من كلية طبيعية وقدرنا نعمل تسع مرات يكون نفس الخلية الأساسية اللي بلشنا فيها كيف؟ هون كان دور التوكسيكولوجي بالنص لأنا كنا عم ندردش قبل هيدا على الاختصاص اللي كنت درسته سو نحنا كتوكسيكولوجيست كتير الكنسرن تبعنا هو كيف نخلي الانفايرمنت توكسيك فري اليوم شو هو الشي اللي بيمنع الخلية إنه تعمل دوكليكيشن وما يتغير شكله؟ هو التوكسن اللي بتفرزه شو اللي بيخلينا نكبر؟ شو اللي بيخلي خلاينا تقطير؟ شو اللي بيخلينا نجاعد؟ شو اللي بيخلينا نمرد ونموت بكير؟ it's all about toxicity لما بنحكي خلية immortal يعني it's toxic free ولكن للأسف عم نحكي صرنا كهيومن قبل ما أرجع للخلية اليوم نحنا محاطين بالتوكسيكي من أكلنا من الدراجز من الستراس من البوليوشن حوالينا سو انت قد ما قادر تقيم كمية التوكسيكي قد ما قادر تحافز على حكمة يكون حكمة بعده هيك فراش سو نفس الشي بالخلية أنا لما بدي اجي اعمل دوكليكيشن للخلية مرة تانية الخلية عم تفرز كمية من التوكسيكي إذا أنا قدرت أعمل كونترول إملة هيدا السموم لحدة اللي محافظة على شكله والفنكشناليتي طبعيته كأنها هي بعدها مثل الماثر سل يلي استعملتها فبما أنه قدرنا نعمل كونترول للتوكسيكي درنا نعملها تسع مرات وهيدا شي اللي خلينا نوفر كمية الخلية اللي بدنا ناخدهم من كلية سليمة لأنه إذا ذكرت من شوي قلتلك نحنا استعملنا خلية من كلية سليمة طب من وين بدي جيب خلية من كلية سليمة بدي جيبها من حدا كمان متبرع فيها حدا متبرع فيها بس صار بدلا ما تستعملها مرة واحدة عم تستعملها تسع مرات تقريبا خمسين مرة لأنه بدك تحسب قدي الخلية كمية اللي أنا بحاجتهم وعم بعمل لهم تحسب قدي الخلية حجمها وحسب قدي في قرر بيكون أنت واليوم عم تشتغل بهذه الخلية الأفرتش طبعنا طلع 50 تايمز يعني أنا قادرة أصنع من كل كلوي خمسين كليا إصطناعية مقابلة فهيدا الشي اللي كان أنه عم بستعمل خلية طبيعية بنفس الفنكشناليتي طبع البشر وعم بقدر تبرزورفت لخمسين شخص وبذات الوقت ما عندهم كونسرن أنه وجهز المناعة لأنه ما حيشوفهم يعني في فارق ما تروح توطي الاميونيتي طبعتك لأنك عم تاخد من حدا الريسابتورز طبعهم مختلفين المورفوليجي طبع الخلية مختلفين لا يهمني عم باخد كمية معينة من هؤل خلية عم بعزلهم وعمقلهم نشتغلوا وعملوا وظيفتكم لما حكيتي عن توكسيكس في عالم توكسيك بالحياة برأيك بيأثروا على جسم الإنسان كمان ولا بس توكسيك بالأكل وبالشرب وبالخلايا طبعا تعرف أوقات التوكسيكسيتي حتى بتقوم بكلمة مش مقصودة يعني في كتير مثلا عالم هلأ إذا بتطلع فيها بتقلها مثلا لي لونك أصفر بتمرد هي ما بيكون بها شي بس دي وقت بيكون في أفكت للكلمة هيدا تس بولينج يعني البولينج مش بس بالمدرسة البولينج هو كل يوم بالحياة ايه بتأثرنا على أرموناتنا لأنه اليوم الأرمونات بتصدقك أنت شو بتقلها ليه في ناس بتحسن نووي يوصلوا أو أعطيك اكزامبل واحد كتير حلوة بتكون بتقلك أنا متعيقة شكلة ليك أنا كيف بدي غير هيك بدي أعمل هيك بس أنت بتكونها بتطلع فيها هي كتير حلوة بس هي إنعى حالة أو لأنها سمعت من حدا أنه هيدا الشكل فيك غلط أو هيدا غلط بتلاقيها هي صارت مقتنعة وإنما بتلاقيها عن جد فيها شي عم بيصير بشع لأنه هي أرموناتها صدقتها بتعرف من إحنا وصغار حبيت سنة بموضوع التوكسيسيتي بس تكون مريض بتركض عند الماما بتقلها أنه بطينة تصير منيح وبتلاقيها عن جد الولد بصح طب شو السبب إنه صح هي ما عطته دوا هي بس عبطته هيدا الحنان أو بوث الواوا يعني بوث الواوا إكتاكي فهيدا الحنان بمطرح بيعطي بوث للأرموناتنا بوث مش بوث بوث فهيدا الأرمونات عندها بتفكر وبتحز وأوقات ليه بدنا نتحيل عليها ليه أوقات بيقولولك خبر الولد إنه أنت شاطر وشوش له إياهن حتى بداينته هو عم بنام أنت شاطر وأنت حلو لأنه الأرموناتنا بتصدق اللي بتسمعه وبتعيشه وبتقتنع فيه فهيدا كله أكيد اسمه توكسيسيتي بدنا نعلم أولادنا من هن وصغار توبيه توكسيك فري كتير حلو يعني النفسية بتأثر كتير على على الشكل بتبره كمان يعني وعلى الصحة العامة إذا الإنسان مرتاح وواسق من حاله عم ياخد هيدا البوزيتيفتي عم ياخد العالم بخلي العالم اللي حواليه هني بوزيتيف ما أنه النيجاتيف ما عم بيأثره عليه بطريقة سلبية مثل ما قلت استعملتي كلمة بوليينج مرات عن جاد كلمة حلوة بتعلي معنويات إنسان وتعطيه اندفاع يقدر يشتغل أكتر وتصير صحته أكتر وتصير عنده اللايف ستايل طبعه بيتغير والكلمة السيئة أو لما يحيط الإنسان حاله بأشخاص توكسيك يعني كتير يعني هاي الكلمة كتير محلة توكسيك يعني سام فبيأثره على حياته كمان دكتور ميرا سمعت أنه عملتي ريسيرج إلو علاقة بالأكل وبالسموم مظبوط هيدا ريسيرج نعمل على أربعمائة مريض كانوا بيعانوا من حب الشباب كنت عبخبرك نحنا كتوكسيكولج كيف ما نفكر نحنا منقمن أنه كل الأمراض اللي موجودة بالجسم هي أساسة توكسيسيتي لما بديد نسبة السموم عندك أول شي عنا إذا بدك تلايتي بنز بالجسم جسمنا بيكبز بالي فيهم خلينا ناخدها هيك بها الترم أول مكبز بالي هو أمعاقنا ثاني واحد هو كلاوينة ثالث واحد هو الكبت من شوي سألتنا شو وظيفت الكبت بس ينتلو هو الثلاثة بيصير الدم بيصير سوري السم سموم يعني موجودة بالجسم بتروح بقلب الدم وبتنبش على هوست جديد يقدر يحتضنه المطرح اللي بتقعد فيه هو حسب انت جناتك لي وين عندك ويكنس إذا أنا عندي ويكنس بالجلد حيصير عندي حب شباب إذا عندي أو مثلا ريحة أجرين أو ريحة ناس بتلعنوا ريحة تحت باطل مواصلا إذا عندك ويكنس بالبانكرياس لاتسي حيصير عندك سكري ويكنس بالقلب حيصير عندك مشاكل بالقلب فاليوم الحيال اللي مرد شو ما كان أساسه هو سموم تراكمت بأورجان معين وهذا الريسورج وقتا اللي عملته الريسورج سوري عملته على أربعمائة شخص كانوا بيعانوا من حب الشباب بالإيد كان في شي قامن بيناتهم يلي هو بحكي مور دان ايتي برسنت من هول البايشنس كانوا بيشربوا كمية كبيرة من الحليب أكيد أنا ما عم بحكي ضد الحليب بس عم بحكي شو كان عندهم قصص كتير بيأكلوا ثكاكر كتير بيأكلوا مقالة فبلش الستادي وجبنا هول البايشنس وعملنا لون إذا بدك هيرنا الجسم تابعون لنقدر نفضي سموم تدريجيا بلشنا أول شي نفضي سموم يلي هي بالأمعاء سارة السموم اللي بالكلوي تنزل على الأمعاء كمان يلي بالكبد بينزله على الكلوي بترجع بتعمل الفلش من جديد للأمعاء أنت اللي بدلك بتعيد هالبروسس لحتما بالآخر تنظف الكلاوي وترجع تنظف الكبد كان عندي كتاب بالموضوع سميته بورن أجان سميته بورن أجان لأنه أنت لما بتقيم التوكسنز من جسمك عن جد بترجع الجسمك كأنه بعده خلقان جديد لذلك بورن أجان فهيدا البروسس يعني كثير اليوم بسمع الناس بيقولولك رايح أعمل ديتوكس ثلاثة يام أخد عصير مثلا هلأ ما بدنا نفوت نيوترشن بالحديث لأنه كثير شائعين وكثير مهمين يعني قصة الديتوكس كما تعتبر هذا الأمر أكثر تكسيك لا أنا معاقي معبنين تكسينز وكلاوي وكبدي معبنين تكسينز لما برجي أنا صدنلي عم بقل له للجسم عم بعطيك فراش فروت وفراش خضرة مع إنزائمات أمانا مسلوقة مع مقليل لأنه إنت لما بتخليها فراش عم تاخد الفيتامينات والإنزائمات اللي موجودة بقلب الفواكي والخضرة مثل ما هي ويتش بيرفكت ولكن هيدا المريض المكبات الزبال اللي عنده مليانين طيب أنا لما عم بقل له ارتاح لتسيلة الجهاز الهضمي ما تشتغل أنا عم رايحك عم بعطيك الأكل خالص مهضوم مثل ما هو طيب وين بدي حط ثموم يلي بدي نظفه؟ مالبنز مليانين قصة الجوسينج كتير مهمة ولكن من بعد ما نفضي أمعاقنا إذا نحنا أخدنا جوسز وعنا أمراض حتزيد لأنه حيبلش يطلع أكتر يفوت على الدم حيروح ينبش ما هيلاقي مطرح يقعد فيه فاللي عنده مشاكل مايجرين حيوجعوا راسه أكتر اللي عنده مشاكل حبوب حتزيد أكتر اللي عنده مشاكل قلب حيبل بانكرياس حتزيد أكتر فمني أجينس جوسينج بالعكس هي ستاب كتير مهمة بالديتوكسينج طبع الجسم ولكن لازم أول شي ننضف الأنتستن بدنا نعمل كليرينج للأنتستن لانه مشان لما تطلع هيدا سمو تلاقي ما ترح تقعد فيه لانا ما بديها تروح على الدم ليه صابني مرض بباقي الأوريجنز لأنه الطوكسين فات عى الدم مشان هيكسر عندي مرض بسكن أو بالقلب أو وريفر قعد فالرحة الدم أول شي نعمل هلثي دايت فور 2 ويكس اكيد انا هون ما عم بحكي كالوريز في ناس اكيد بتعملها يمكن لتدعف بس انا هون عم بحكي بس انا هون عم بحكي يراجعوه مع دياتيشن حتى يعرفو شو لازم ياخدو شو ما لازم ياخدو بس الايديا هي لازم يكون في عندي 1 ويكتو 2 ويكس يكون تحضير للجسم يعني انا ما في اليوم يكون عنده شركة الكباسيتي تبعها تعمل 100 تاسك بنهار كنت عم بعطيها كل حياتي فور اكزامبل 100 تاسك صدن لي قررت ليكي انا اليوم هعطيك بريك خلص هعطيك بس 100 تاسك ما بقى بدي اعطيك اوفرلود طيب اوكي بس ما هي في عندها ستوك قديم سو الستب الساح هو انا فضي ستوك القديم وبنرجع منبلش نيو لفضي ستوك بدي اعطي الجسم هالثي دايت شو يعني هالثي هالثي يعني بدي خلي يفرز انزيماته ليهضم الاكل ولكن بدي بلش شوي شوي فوت له قصص في معها انزيماته المهضومين اوكي يعني ليش لازم نفوت الرو باكلنا لانه انا بكون عم بخلي الجهاز الهضمي ما يعمل افورت كبير بدي هيدا الافورت يستغله ليقدر يقيم الاساس لمتراكمة من سنين عنده فبيمشوا بيهالثي دايت 7-14 دايت هون عم نحكي يعني 70% رو فود يلي هو مايلي سالادات والاكل الباقي بدي يكون منو ريفايند بدي يكون منو معلّب بدي يكون مافي بقلبه زنك ومواد حافظة وبيدووي ات سو ايزي في ناس بس تسمع هيك بتبنك لا ات سو ايزي اليوم الارغانيك موجود افريوير حتى الرز وهالقصص يلي ماننا ريفايند ماننا مقشورة اتس افيلبل افريوير وكمان قبل ما اكفي لك الارغان هون هادي واحدة من القصص الكتير بيسمعون انو خلص انو مافي عيش حياتي كلها هيك بس دايما بقول انو اليوم انت عاشتي 30 40 50 years تستخدم جسمك بقصص طوكسك يعني اذا عضلتك كل الوقت عم تعملها تنشن تنشن مش غلط انك تعطيها بريك شهرين ترجع تعمل كأنك رجعت مددت حياتك من جديد حياتك باول 7-14 days بنكون حضرنا الجسم الارغان اللي بعدها بتكون عم تعطي قصص ما فيها شي بده افورت كبير من الجسم يعني منروح هوني بمرحلة لذا بدك الكانديدا الامنيشن دايد هوني بده يعلق على 2 ترمز بنعاني منهم يلي هو الكانديدا العالية بجسمنا ويلي هو الشي الأخطر هو الـ pH الواطي بجسمنا pH هي نسبة الكلوية بالجسم وأحد أكبر مسبب للأمراض إن كانت باكتيريال أما فيريل أما فانغس هو لما بيكون الـ pH طبع الجسم أسيدك نحنا كل بارت بالـ إنزايمز أكيد كنا ندرس مثل أيام المدرسة في عنا الإنزايمز اللي بتعيش بـ Neutral pH والإنزايمز اللي بتعيش بـ Basic ووحدة بتعيش بـ Acidic بس هوني أنا ما بحكي عن الإنزايمز أنا عم بحكي عن الـ pH طبع الجسم كل ما كانت الـ pH طبعتك مور انتو بايزيك يعني عندها نسبة كلويتها أعلى كل ما بيكون جسمك صحي كل ما بتكون الـ pH رايحة صوب الـ Acidity كل ما بتكون انت كتير بران لتتعرض لأمراضك وكيف تعالى الـ Acidity بالجسم لأنه الأكل لما نقول الـ Acidity دفنت لي الأكل الأكل شو أنواعه يعني الحمطيات مين ليسكر ما معناتها حمود أبدا لا، ليس أسد إنه سويت، إنه مقالة مقالة يعني نحكي كل شي مأشر مثل الرز المأشور السكر الأبيض هيدولي كلهم اسمهم refined food كل شي كان معلب من نسبة الميركري اللي بقال لهم المواد الزينك والمواد الحافظة هيدولي كلهم بيوطوا الـ pH طبع الجسم وهيدا كله، ليش بتلاقي ناس عايشين مع بعض ذات الـ Conditions واحد بيمرد كتير وواحد لا فتشوا بيأكلوا لأنه دفنت لي في واحد منهم مناعته أعلى من الثاني وهيدا بتكون من الأكل اللي بيأكلوا تاني مهمة أهم الكانديدا الكانديدا هي منه شي بس موجود بالـ Vaginal Part عند النسوين الكانديدا هي موجودة بكل الجسم كانديدا يعني صار عنا الـ Environment كتير كونفينيينت لأنه اصدق صارت كتير كونفينيينت لحتى تربى عليها الكانديدا وفي تاست مهدوم فيها العالم تعملوا بالبيت إذا حبي تعرف أدي عندها كانديدا بجسمه دايماً ويماجر كمية إذا بدك التوكسيسيتي من الكانديدا هون بنعرف أدي بأي لفل موجود التوكسيسيتي هل هي بالإنتستن بالكيدنيز بالليفر لوين أعطعه قبل ما يناموا بيجيبوا قب بس بديكون ترانسبيران نتمنوا أبيض بحطوه حدهم عالتخت قبل ما يناموا قبل ما يناموا يعني لما بيوعوا الصبح بدون يعملوا التاست فبتكون الماء ستل وستل بس يوعوا من النوم هلأ شوية هيك الخبرية ممكن ما أعرف شوية بس أيهاو بس تيوعوا من النوم بيتركوا الكبية متل ما هي ما بيهزوها وبيحطوا كمية من لعابهم من السلايفا بقلب الكبية يعني بدون يبزقوا بقلب الكبية سو عندهم واحدة من ثلاث قصص بدأ تصير يا أما هيدا السلايفا بيعمل فلوتيشن على سورفس طبع الماء وبهيد الحالي بيكون هنه عندهم المنموم أماونت تونو توكسيسيتي يعني إذا بقوا على الوجه معناتها برافو عليكم مهففين وهلطي وجسمك نظيف هلا إذا صاروا ينزلوا شكلوا متل الثرادز بقلب الكبية معناتها مخلصين الانتستن وفيتين على الكدنيز يعني صار التوكسيسيتي عندهم قطع النص بعد دقيقتان إذا بقوا ثرادز إذا بقوا ثرادز وعملوا إذا بدأ كيك فهيدا هيدا اللفل تبع الكانديدا منقدر نعرف منا قدي هيدا الجسم صحي قدي قدي منا توكسيك وأكيد مشجع العالم يروحوا ويعملوا هوا الاساس يلي ريليتد ليرفعوا شو عندهم ألرجيس بالأكل لأنه كمان this is important أوقات في نوع أكل مناكله اتنينا انت بناسبك أنا بتاعلى حرارتي بدودة تلعي نفسي نحترم هيدا الجسم شو الشي اللي بيقدر يتقبلوا ولي مو بيقدر يتقبلوا فهولي كلهم بيأثروا على التوكسيسيتي اللي موجودة بالجسم هيدا ريجاردينج التاني ستايدج من الدايت يلي هو بدون يشتغلوا على أنا بسميه بكتابة The Candida Elimination Diet هيدا البارت بيكون عم يؤدوا على الكانديدا بجسمون أكيد في كتير قصص فينا نعرف فيها نحنا إذا عنا كانديدا أو لا مننا الشخص يلي هو بدو يأكل سكر كل الوقت جسم الطبيعي ما بيطلب سكر الكانديدا اللي موجودة بقلب الجسم بتعمل مع الهرمونات اللي موجودة فينا بتصير بتبعات بتصير بتحسسك انك انت بدك سويتس بس هيدا مش جسمك هيدا الكانديدا هي عم تبعات انك انت عبالك سويتس نورمالي تتاك سيفن دايز سبعتين جبور حالك بيقولك تكون ثوبور وجلود يعني انك انت عم ما تاكل سكر بتموت الكانديدا لأن الكانديدا بتعيش على السكر إذا ما لنا موجود السكر الكانديدا ما فيها تكفي فبتموت فمن بعد سبعتين بيبطل عندك بروح هيدا الشعور فبالكانديدا لازم ينقطع هيدا الانواع اللي بتعمل بيك للانسولين بالجسم بيتطبق هالشي على غير اشياء مثل الكافي مثل العادات التانية اللي ممكن واحد يكون هل انه سبعة ايام بيكفي لانه واحد يقدر يتخلص من العادات معينة بحياته او ادمان معين بحياته؟ وهو البروغرام على شهرين ايه ايه حتى الكافي لازم توقفه ايها اللي بيعتبارها ايها اللي بيقلي كتير صعب بيقلوا انه شي عم تعمله وانس بحياتك لاترجاع تعمل رستور لجسمك كأنك هلا اخلقت انه بيكاف الحظ بحصو تحدي للجُسَم بالصبر وبكل شيء قصص تاني حتى في ناس بهايدا الستادي اللي بينا عمل لأربع مئة شخص الكمنت اللي سمعتم منهم بعد اسبوعين حمستني انه اعمل هيدا الديتوكس كذا مرة لانه صاروا حتى مع نفسهم يعني شوف كميات الاسدية اللي عم نحكي عمنا اليوم تعمل تريجر لأرمونات بتعطينا تعاسي بحياتنا حتى بتعمل تريجر لأرمونات ما قولت خليك هيك اجيتيتد كل الوقت معصب بدك تفش خلقك بدك تعمل شي لاحظت انه داي بيكيم قالم لانه حتى بيجزء من الديت فيه مطرح لانه بيصير فيه جوسينج ببطل عندك مجموعة بيصيروا يضطروا يعملوا يمكن صوف مديتيشن او اي شيء هيك تساعدهم بس حتى تبيي قالم حتى يمكن هزبطلوا نفسهم بمطرح انا حسيت او مي جود هو دا مش جزئة الشخص اللي كنت بعرفه كيف تغيروا فتواز تشالينجينج وكان الافك تبعه فار بهايند السيلز اتواز مور هيكي على كل الاصعي دي تبع الجسم اذا بدك دكتور ميرا شفتي هاي دا الفار اللي طلعت على الانترنت انه رجعوا له عمره شوي او صارت اصغر انه قدروا يخلوا الخلايا تصير يونج اكتر وضجة الدنيا على الانترنت من هادش هاي دي المبدأ ممكن نوصل له انه نقدر الخلايا انه شخص يصغر بالعمر بالشكل نحن ويبليف هيومن سالة مورتل اذا قدرنا نحافظ انه نمنع التوكسيسيتي هو شي كتير صعب وشالينجينج ويمكن الواحد بفكر انه الحياة مرة اللي بد امنع حالي من القصص اللي كتير طيبة وكتير حلوة بس الوقت غلط انه نقدر شوي نعطي بريك للجسم من التوكسيسيتي لحتى هايك عايشنا ايام احلى بركة ليش بدنا نعاني لنموت اتليست نموت بسلام يعني لن نموت بسلام يعني شكلا وضمنا وخلقا وخلقا وكل شي طيب بس كلنا بنس على هايك الهيك تلوك يونج وهيدا الموضوع بيفتح موضوع عمليات تجميل انت مشهورة بعمليات تجميل بدك اسألك السؤال ولا لا ايه وين عادي فينا نحكي ما حصيتك عن طلافية لا لا عادي طيب من اي اول شي عارفين احارك بعمليات تجميل بس هلا قبل من ايه يالي هي نان انفيسف مش عمليات تجميل صارت جراحة احنا عم نحكي نان انفيسف يا الله انتش التخصص طبعك صاحب لا انا عاملي اختصاصين هلا اذا بدك قللي شو خصهاي بهاي ساعة انت فينا نضع مع الموضوع طيب عطول من ندور على انه نضلنا نبين اصغر اذا كان يمكن هالتكنولوجي او هالابحاث تخلينا نبين اصغر او عمليات تجميل وانتي ميرا عندك تخصصين ومعروفة بالبيوتي اندستري وكثير مشهورة بلبنان فبديك تخبريني كيف هالتخصصين عندي كيون انا انيشي اللي درست طب بسموم قبل ما ارجعت خصص استاتيك ماديسن هيك صارت معي حادثة بعدتني عن التوكسيكولوجي بتعرف نحنا كتوكسيكولوجيست مين اللي بنشتغل اي ار بالمستشفى بس في هذا المثل منقوله باللبنان قلب الصغير لا يحتمل هربت من الكيس اللي كانت تجي اضمان ومخدرات وغاستريك لاواج وها الاسس فتركت هيدا الدومان ورجعت عملت استاتيك ماديسن اعتبرت حالي اعملت حالي اعملت هابي بيبل انه الاسسل العالم اللي جاي تعمل استاتيك لك الوطعم تجعه ولا الابام يجعه فهذا يعمل لقيت يون هابيم ولا لا 90% هيدا بيفتح موضوع داني هوني صار عندك موضوع يلي هو ينيد سايكولوجيست معك بالكلينيك هيدا صارنا دفران طوبيك بس يلي صار انه بيقيت اشتغل اتوكسيكولوجيست بس صارت اشتغل على ميديكال بروتوكولز اكيدا مبعب خبين خبرتك قبل ما نبلش عملت شي لالكانسر كانت موضوع لكيموثيرا بيقيت عم بيشتغل في يوم بس بطل عندي دايريكت قونتكت مع البيشتين صرت بس عم بيشتغل مع البيشتين في الاسساتيك فيلد البيئي بيقيت اشتغلوا لابوراتي رويك حتى نعمل ديفالوبيين لميديكال بروتوكولز كانسر كدنيز أساس ريليتد توسكن وها الاخبار عملت كمان دواء للتساقط الشعر اشتغلت بهو الاساس از بروتوكولز اي لايكت وكمان اي لايك البيلد يلي كانت موضوع في اسم جيمين اشتغلت بهو البيلد يلي هو نحنا ما بقى ضد الايجين اي ليس انتين الايجين هي دا الحاملات اللي كانت نعمل قبل انو الواحد ما بدو يكبر نحنا بدنا نكبر بس يريد ان نغائق اتريكوا الترم المفضل برو ايجين ولا انتين الايجين وهي دا شي لديما منجرب بتنخبر العالم يحترموا عمرهن يحبوا الساسئين اللي بدون يقطعوا فيها بالحياة بس انه مدر يطلع الواحد عنده شط بهون وشط بهون انه هيكي يدلل الواحد حاسس حاله فرش اند يونج لحتى تدلل نفسيته يمكن شوي هيكي مرتاحة مزبوط بس الكمان الشكل يعني صار له فورميلا معينة او تغير او صار فيه له رفرنس معين يعني بتلاقي انه فيه ناس بيعتبروا حالهم انه انا مش حلو اذا ما كنت بهذا الشكل فكمان فيه البارت التاني اللي هو التغيير نوعا مع تغيير شخصيته الشخص بشكله مش بس انه يعني حتى فيه ناس صغار بالعمر يعني فيه عالم اوكي عم تكبر ممكن بحاجة انه شوي تعمل رتوش معين بس بيجيكي اشخاص بيطلبوا منك انه بدون يغيروا الشكل او بدون يصيروا بيشبهوا فلان او فنانة معينة او موضة معينة فحبرينا عن هادا للأسف هايدي يمكن بتعرف كل بيقولوا كل بيزنس بالحياة له مصائبه بتخيل هايدي اكبر مصيبة بالدمان طبعنا يلي هو قلت ثقة بالنفس عند المرضى اكيد قلتلك بالاول من ميلة انه ما عندن امراض لتحس حالك انت موجوع بس يمكن الامراض النفسية بتكون كتير اكبر من هيك في عندك الناس يلي بتجي كتير حب بحاله وهيدولي اريح كاتيجوري من العالم تتعامل معهم لانه بتعرف انه هنه حبين حالهم بس اذا بدك هيك بدو يكون عندهم هيدا البوند مين بشكلهم انه هنه يبينوا فراش ومرتاحين الكاتيجوري الثاني اللي هي اكتر من 50% هنه العالم يلي مقتنعين انه بده شفتها وعينها وخدها يكونوا بيشبهوا سلابرتي او صاحبتها او جايبتلي بتكونش صورة فيك تعميلة مثل هاي هون المصيبة الكبيرة انه اذا هيك شوي بتدردش معها زيادة بتكون جاي من مطرح اكزامبل يمكن عندها مشاكل ببيتها يمكن بتفكر اذا عملت هيك هتزيد التشانسز طبعا انه تكون مبسوطة بعلاقتها مع زوجها صاحبها او بتعتبر انه يمكن هو تطلع بحدا غيرا ما تطلع فيها لانه هيديك شكلها هيك خليني انا تصير اشبهة هون المصيبة الاكبر هون ساعتها تضمير بالضيوعة فيك انك انت تهايلايت على قصص فيهم حلوة يعني في كذا شخص من هول برسانتج اول ما حطت لها المرية بوجه وقال لها مثلا واو قدي هيدا البارت عنديك حلو او قدي مثلا شفتك حلوي او قدي من خارج حلو بتلاقيها ضغري اعجاد فهمتن صدين بانه هي اصلا ما شايفة شي بحالة حلو وفي كتير ناس يوصى كثير توصل معهم لتقنعهم انه اللي هن كانوا مفكرين في عندهم شي احلى منه فاكيد في عندك رسالة كبيرة بالنهاية الطب هو ضمير قبل كل شي تاني يعني يريد كل العالم بتفكر هيك دكتور ميرا يعني اذا في الدكتور اللي قادر انه يفرج الشخص اللي مش حابب حاله قلت كلمة حلوة انه الاشخاص المرتاحين مع حاله هني اسهل تعامل معهم عارفين شو بدون بس يمكن هيك حابين يغيروا شوية صغيرة بس الاشخاص اللي هني مش حابين شكلهم مش مقتنعين مع انه هني حلوين لانه عم بيعانوا من مشكلة او مشكلة نفسية او ما عندهم ثقة بحالهم هيدا غير الثقافة الغلط والترند وشو دارج اليوم يعني حتى مصلا بتجي بحتي بتقلي كيف عم تحبسة ليش حواج بك عم يطلعوا انه انت حكيمة ما بتحط بوتوكس مسلا which i do اكيد بعمل بوتوكس بس العالم بتفكر انه هي لازم تكون كل الوقت مشدودة وبلاطة لا مش هيك تجميل مش هيك تجميل هو to pro age to age gracefully مش معناتها انت لازم تكوني حدا ما بيعبر ما بيحكي ما عنده expressions بيوجه لا هي بس انه ما يكون عندك شي لتستي قاشد كمبيتلي وانتي قادرة تعملي له شي او قادرة تحسني فناقصنا awareness بهيدا الدومان وناقصنا قصة انه هيدا مننا ترند منو شو دارج تقلبه او شو دارج يعني بعطيك واحدة من الاساس تعرف اوقات دايقونسلتني انا مني جراح بس دايقونسلتني باساس رليتا للجراحة شو رأيك روح اعمل هيك اعطيك واحدة من الاساس اجت واحدة مثلا قررت انه هي بده تعمل بريست امبلنت وكانت كتير مبسوطة وبعد سنتين كان بوقتها دارج بالتياب بالليبس بالليبس الديكولتيل قبل الفيل مفتوحة وهيك قدت لي ما بقى دارجة رايحة ايمة بدي ارجع ضغير لحتى يرجع حتى يرجع الفويم كون انه على مود وهيك عرفت انه دارج اصغر هلا دارج اصغر دارج اصغر ف... it's not a trend هيدا انت هيدا هويتك هيدا جسم ايه هيدا جسمك هيدا الشي اللي انت عايش فيه هيدا بيتك فهيدا الشي اللي العالم ما عم يعرفوه انه بدك تحبيه متل ما هو ليقدر يعطيك اللي انت بحاجته ف... للاسف انه ما رأيت التراند كتير بس بتشوفي انه هلا عن جدل trend بطل بعبلية التجميل صارت 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 صار كتير ارتفشل صار هلا الي يعني شفاف الكبار يمكن اول ما نزلو يمكن كان 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 العالم تشوفهم متل اللانسيذ مثل انا اللانسيذ صرت اكرهه وانت تحط لانسيذ مهيحب الكلور لانسيذ يعني هلا بتلاقي انه لا فيه اشخاص انه صاروا يشوفو فالقر صار اذا إذا فيه أشياء مضخمة ومكبرة شفاف أو صدر حتى الشباب يمكن بطل يحبوا هذا الشيء نشوفه المرأة إذا لم تكن على طبيعتها قال لك لقبرك هيدا التريند حتى أكيد العالم على انستجرام وعالسوشيال ميديا وفيسبوك وهلقصص بيشوفوا أوقات صور حتى لسيليبريتيز ما بعرف لي أرروا يشوهوا حالهم يعني نحن بنعرف بس مثالة أنه واحدة من القصص اللي بيعملها الفلر هو أنه يعبي لي محلي عنده ريدز أو عنده رينكلز أو محليات فيها خسفات وجور بس دي دونت ستاپ يعني بصيروا آه أوكي راحوا خلينا زيد خلينا زيد خلينا زيد في كتير سيليبريتيز كتير مشهورين بنعرفهم من هوليوود وهيك بتطلع فيهم إنه هيدا شو هعمل بحالو أو مثلا بتلاقي رجال صار أنه شكله عنده خدين كبار يجب أنه يكون مجموعة ببعض أنه هو مجموعة او حتى مرة بتلاقيه عند المسكولانيتي صارت كتير قويه بشكل الحنك بشكل الإكسبرشنز بشكل عرض الوجه لانه كمان اللحقين الترند ما اللحقين هن الائدنتي تتبعون شو اللي بقلون او كيف لازم يكون او اتصب كين يكون فيه شوية خط هون او هيدا مهيدا كمان بخبر شوقت عليك إكسبرينس بالحياة وين تعبيني وين مبسوطة ف انه جيد ان اتصبهم او قات بس يس بدنا نعرف امتا بدنا نوقف وبدنا نعرف نروح عند حدا كمان يكون صاحب ضمير ما شايفنا كيس مصاري انه يلا ادي فيه اعمل لهم لحتى طلع منهم لانه في ضمير بالنص وفي زوء بالنص وفي هيدا الشخصة والبيشنت لقدامي شو بيلبق له وشو ما بيلبق له وفي شغلة تانية او قات بيجوك ناس لانه هن بيعتبروا حالا عندهم سقافة استاتيكية خلينا نصميع مثلا متجي هي مقررة لنقول بدا تحبي مثلا هيدا المنطقة لانه حستك كتير خاسفة كمان هون دور الحكيم يخبرها انه بحالتها يمكن اذا حطت يمكن هيدا المنطقة لحتنزل اكتر بوجه لانه انا بحل الله اللي بديه بس يمكن اعطيه مشكل اكبر منه فاوقات كمان بدك تثقف البيشنت اللي قدامك بدك تعطيه وقته بدك تشرحله وتفهمله وتفهمه انه انا ما عملتلك هاي يمكن بعد شوية ترجع تقلك ايه بس انا ما اخدت النتيجة اللي بديه اياها بس انا مشاري حتلك ما مخبرتك انه ليه انا حطيتلك هون ما حطيتلك هون حترجع تروح عند حدا تاني وتقول له عمل لي هيك بس حترجع توصل لزيت السايد افاكت يالي انا كنت عم جارب هربه منه فكمان فيه سقافة هون كمان مرة تاني عم برجع بقلك فيه ضمير بالاستاتيك اليوم ما بتروحي عند حكيم تقدي عنده خمس داعي وقليك يلا الله معيك هربه لازم تقدي عن حدا يفسرلك وجك او وجك شو بده وين صح وين غلط وين ايه هو انت يونيد بس انك ما تعمله لانه حيتراكم عنه مشكل كذا وكذا وكذا ونطلع من خبرية الدارج ستة كانت تتغنى برقة الشفاف اللي اراحوا راحمت انا بقلو نطلع اكتر حدا يعني ناتشرل ما بعرف انت بديك تخبريني بس مونيكا بلوتشي بتلاقيه انو عم تكبر وجمالة بعد وموجود والتجاعيد اللي فيها بعدها تاركتها يعني مش انو مغيرت كومبليت لي لو انه يمكن اكيد شغلي على حالها عطيتها هيبة بتعرف حكمات في كتير عالم بيجو بسا بتكون عندها كتير لنقول رينكلز حد عينا بقلها بليز ما تدقريون لانو عاطينك هيبة في اساس اوقات بتكون اللي بقى للشخص فهيدي يمكن من الاساس اللي لازم نحترمها كمان بالوجج ونكون عم نطلع فيها هيك بطريقة اكتر ارتستيك فيه مثل بتعرف الرجال بيتغنوا بشايبته بتعرف شكرا بيتغنوا بشايبته بتعرف شكرا بيتغنوا بشايبته نحنا كلمة منكبر سنة منحب حالنا اكتر يعني انا ما سألت حدا سؤال شو احلى عمر بحياتك الا بتقلي هلأ شكرا بيتغنوا بشايبته نحنا منكبر بس يمكن منتعلق بشخصيتنا اكتر مع الوقت يمكن من النضج اللي منقطع فيه يمكن من التجارب بالحياة اللي بتعرفنا كيف نصير نتعامل مع نفسنا ومع غيرنا فبعتقد فيه سر بهالموضوع لازم كمان نتقبله بشكلنا يمكن مظبوط كلمة نكبر منحب حالنا اكتر منصير اول شي عم نجرب انه نستفيد من الوقت اللي نحنا موجودين فيه ومنعرف انه الايام اللي جاي يمكن اقل من اللي راحت فبتصير الى معنى اكتر ونحنا نصير وايز اكتر عم تخاف من العمر حلوات مش عم تخاف ابدا بس صدقيني بصير واحد يدور على السعادة الحقيقية بصير يعرف قيمة حاله اكتر والشايب يا حبيبة ايه اكيد اخير اشترك شكراً لك من ان اصبح انا مصدر من أفكار اصبح اصدقائي شكراً لك من اصبح اصدقائي كيف حرف اصدقائي هكي حصيت حالي بالبيت مبسوط هكي قاعدة ازورة فانت حقيق عايش في لبنان ترجم وستعيش بدوباي غير بيجي عدو باي فيزيت هلا أحب فيلي حكون بالكويت وبي بيروت إن شاء الله طيب إذا حدا هل يريد أن يصل لك كيف نحط أرعام نحط واتساب نحط انستغرام نحط اللينك شكرا لك